بسم الله الرحمن الرحيم ورد في الصحيفة السجادية عن الإمام زين العابدين في الدعاء المعروف بدعاء استقبال شهر رمضان رأمه بالصحيفة 44 ورد هذا التعبير وأن نراجع من هجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا هذا التعبير إلى آخر كلمات الإمام سلام الله عليه يتحدث فيه الإمام عن آداب العلاقة مع الآخرين كيف بدأت تكون علاقتي مع الآخرين سواء في شهر رمضان ولكن يؤكد الإمام على هذا الأمر خصوصا في شهر رمضان باعتبار أن هذا الدعاء معنوان استقبال شهر رمضان آداب العشرة في الإسلام وهو باب كبير وعظيم جدا بدي أخذها العنوين الثلاثة التي وردت في آداب الإسلام في المباحث الأخلاقية التربوية التي وردت بكثرة في الروايات بقول الإمام أن نراجع من هاجرنا حذرت الروايات من هجر المؤمن وأمرت الروايات بصلة المؤمن شو يعني هاجر المؤمن؟ لا نفترض أنه وقع مشكلة بينك وبين أخوك مشكلة معين أو أخت مع أخت أو بأي شكل من الأشكال الروايات أمرتنا من نهجر المؤمن؟ من نترك المؤمن؟ لاحظوا هذا التعبير قد يوضح الفكرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصية لأبي ذر رضوان الله عليه يا أبا ذر إياك وهجران أخيك فإن العمل لا يتقبل مع الهجران يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم يقول أني عم صلي عم صوم عم يوم بعمل إذا كان في هجران للمؤمن ترك للمؤمن بهذا الشكل هذا رح يؤدي لعدم تقبل باقي الأعمال يعني ما في نقول أني ما في مشكلة هلأ بصلي وبصلي صلاة الليل وبيمشي الحال لا لا بدي ما يهجر المؤمن لأنه هذا الهجران بنفسه موضوع لعدم تقبل باقي الأعمال هذا شيء كتير خطير ولذلك بيقول فإن العمل التفتل التعبير لا يتقبل مع الهجران يا أبا ذر إياك عن الهجران وإن كنت لابد فاعلا فلا تهجره ثلاثة أيام كملا يعني مش أكتر من ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أيام لا تهجره فمن مات فيها مهاجرا لأخيه كانت النار أولى به يعني معناتها ما تهجره هلأ ثلاثة أيام مقصود فيها باليوم الثالث واجب أرجع أعمل صلة للمؤمن أو بعد مضي ثلاثة أيام هلأ في قراءة لهذه الرواية بس بالنتيجة النبي أمرنا بماذا؟ بترك ماذا؟ بترك هجران المؤمن ولذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال عليكم بالتواصل والموافقة وإياكم والمقاطعة والمهاجر العنوان الثاني اللي بيطرحوا الإمام وهو مهم جدا في كل الأشهر في كل علاقاتنا في كل آداب العشرة في كل علاقاتنا مع الآخرين وخصوصا في شهر ماذا؟ في شهر رمضان وهو الإنصاف والمدارات أن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا طبعا حاشا من عود يا فيك ولك هذا الاستثناء بعد شوية اللي سيذكره ننصف من ظلمنا شو يعني ننصف من ظلمنا؟ الإمام بده يقول أنه مع من يظلمنا لابد أن نتعامل بإنصاف وعدل من ميل عن الحق لأنه ظلمنا لا نعمل على معاملته بردود فعل نفسي غيظ وتشفي لأنه مجرد أنه صار عنوان ظلمنا منعمل بدنا لا لا إسلام لا يقبل لا نقابل نحن ظلم ظالم بأن نظلمه بل نأخذ منه حقنا هذا معناة إنصاف وأن ننصف ونأخذ منه حقنا بلا زيادة انطلاقا من التعقل من التعقل المتزن الخاضع لضوابة ماذا؟ لضوابة الشرع مش نوازع نفسي أنا المنفعلة وإذا سألتني ليش عم تعمل هيك؟ بيقول لك لأنه ظلمني ولازم استرد منه أبدا هذا قد يكون باب كبير من مداخل الشيطان عاتب أخاك بالإحسان إليه وردوا تشره بالإنعام عليه كما ورد عن الإمام علينا عليه السلام نسالم من عادانا شو يعني نسالم من عادانا؟ يعني نغلب جنبة المسالمة على ماذا؟ على المحاربة طبعا على أساس المصالحة المصلحة العامة نأخذ بالأسباب ما يكون عندنا الأساس هو ماذا؟ هو الأساس المعادات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي ماذا؟ كما هي الآية ادفع بالتي هي أحسن هذه التعبيرات مثلا لاحظوا التعبير عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه طبعا الإمام هون بيستثني شيء معين هو عدو الله عدو الله نحن لا نواليه قال حاش من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصى فيه هذا واضح يعني أن يكون عندي إيمان في الله وبغض في الله حب في الله بغض في الله كما ورد في الروايات فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب الرواية التي يرويها الإمام الصادق عن رسول الله لأصحابه أي عرى الإيمان أوثق فقالوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم وبعضهم آل الصلاة وقال بعضهم الصلاة وبعضهم آل الزكاة وبعضهم قال الصيام وقال بعضهم الحج والعمرة وقال بعضهم الجهاد نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم لكل ما قلتم فضل يعني الصلاة إلى فضل والزكاة إلى فضل الحج الجهاد كل شيء له فضل وليس به يعني مش هي عرى الإيمان لكن ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى وتوالي أولياء الله والتبر من أعداء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحب في الله وأن نبغض في الله وأن نكون كما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الكريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين